بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله أنهينا في الحصة الماضية الدرس الأول من مقرر ميكانيكا المواقع الثنين واللي كان عنوانه Pipe Networks نبدأ في هذه الحصة شابتر نمبر 2 اللي عنوانه Internal Uncompressible Viscous Flow بداية أول تذكيركم بكلمة مأة What do you mean by fluid? Physically is liquids or gases يعني هو السائل أو السوائل أو الغازات مرات يمكن تعريفه أيضا بكل الأجسام التي توضع في مكان ما فتأخذ شكل هذا المكان فيمكن اعتباره هو السائل أو الغازات Mathematically نعتبر أنه Victor Feld You represent the fluid viscosity أو يعبر لي عن السرعة لو اشتغلت في two directions يعني direction of x direction of y يمكن أنه السرعة يقع تعريفها u and v بس سرعة على x أو x of x هو u و v على y فإذا في position معينة يعني coordinates معينة أو في نقطة معينة معرفة بالx والy يمكن اعتبار u x y هي u and v we have here عندنا هنا الpressure أو الضغط لو كان عندي سكلر في مكان معين x and y نقطة معينة x and y يمكن كتابتها بالطريقة هذه pressure بين قوسين x and y a scalar field p represents the fluid pressure فمثلا أخذنا هنا p هي pressure و لما نكتب كده p بين قوسين x فاصلة y يعني أنه الضغط في المكان أو في النقطة هذه محددة أيضا fluid density d and fluid viscosity v يمكن أيضا يمكن نكتبها density باستعمال حرف u x and y and viscosity نفس الشيء x and y هنا فقط أود تذكيركم vector operations فهنا عندي del operator يكتب بالمثلث المقلوب هنا وهو derivation على x derivation على y derivation على z la pleasant operator اللي هو del operator تربيع why we say derivation square على dx square plus derivation square على dy square plus derivation square على z square gradient derivation على dx derivation على dy derivation على z هنا الفرق بين del operator وgradient هنا هذا يلزم تطبيقه على vector وهذا تطبيقه على إيش على scalar زي ما هنا عنده الpressure vector of gradient هنا gradient لاحظ هنا gradient هذا vector gradient فهنا اللي طبقنا عليه هو إيش هو vector فهو يسأل del operator u del operator v and del operator w طيب من جاتنا هنا ال-w لو افترضنا إنه نشتغل على x y and z يعني ايش three coordinates فالسرعة u راح تكتب u v and w فهنا إسقاط السرعة على x هو u إسقاط السرعة عن y هو v وإسقاط السرعة عن z هو w divergence أيضا يطبق على vector وهو يساوي du وعدي x وهذا إسقاط السرعة على x plus dv عدي y إسقاط السرعة على y dw عدي z إسقاط السرعة على z آخر c directional derivative يساوي u في del operator اللي هو يساوي u derivation of x plus v derivation of dy plus w derivation of dz هنا نطبقوهم إن شاء الله في هذا الشابتر أو راح نطبقو منهم أشياء عديدة فقط هنا بغيت أني أذكركم بها طيب نبدأ بأول معادلة وهي معادلة شفناها في مقرر mechanical 1 يعني الترم الماضي continuity equation for uncompressible يعني constant density flow continuity equation derived from conservation of mass تساوي del operator u تساوي 0 بالطبع زي ما قلنا أن u هي h هي velocity vector وهي تكتب u v w على h على three coordinates x y and z عندي z operator زي ما شفناها الحين تساوي derivation dx derivation y derivation z فأخذنا إسقاط السرعة زي ما قلنا u v and w هي velocities in x y and z directions فرحنا تصبح للمعادلة هذه تكتب بالطريقة هذه derivation of u dx x plus derivation of v y plus derivation of w z تساوي 0 المعادلة اللي رحنا نعرضها الحين ونخلصها ونكملها إن شاء الله الحصة القادمة هي معادلة Navier-Stokes equation فهنا معادلة Navier-Stokes equation أيضا رح نتبقوها بما أننا نستغلو الحين في uncompressible flow of Newton in constant viscosity fluid derived from conservation of momentum derivation of u t t تساوي plus another term third term fourth term فقط هنا الnew هنا هي kinematic viscosity constant rho density constant p pressure f external force or نقضي نقول هنا الاحتكاك هنا نكون خلصت المحاضرة هذه فقط هل ممكن ولو تذكيري كده كم في من term في المعادلة الأخيرة حق Navier-Stokes على اليمين كم في من term المعادلة الأخيرة على اليمين السلام عليكم ورحمة الله